العنب الموصلي أفضل من العنب المستوى العنب الموجود عندي هو عنب حلواني وأسود وكذلك ديس العنز له نكه خاصة العنب الموصلي له نكه خاصة لأنه طبيعة أرضه أرض مزيجية ما خالية من الأملاح والمي النزقي مي حلو مي عذب زيان يكون العنب له نكه خاصة وطعام خاص المشاكل الأخرى الموجودة من العنب باقي المحاولات أن الأرض مالحة ما يكون له طعم ونكه خاصة العنب المحلي أفضل من العنب المستورد أول شيء التكلفة الخاصة التي تأتي من خارج البلد وإضافة للسفر والمعاناة التي يعانيها المستورد بل هذا بالعكس إذا نطلع من البساء المباشرة النجنين والدير العلوة ما يطول مدة قليلة ما بي أي خراب ما له أي تأتيارات جانبية أخرى جاني تاجر من خارج محاولة نينو من النجف وأخذ كمية من العنب الأحد الوجبات بسعر زيان جيد له رغبة خاصة به واختريت هذه زراعة العنب توارثة من الوالد الله يرحمه البستان الأول الموجود في قريط أبو مارية لأنه ربح خاص وربح زياني يوفي به الغرض بالدخل العائلة الزراعة تبدي أول ما تبدي بالنضوحة الشجرة تبدي في نهاية الشهر الثاني بداية الشهر الثالث ويبدأ الجاني منها إلى من واحد سبعة وفوقية خمسة السبعة يكون الجاني العنب الأسود أما الشجرة تنطيها أول سنة ما تنطي إذا تزرعها كقلم أول سنة ما إذا تهجين ينطي السنة الثانية ينطي وإذا بدون تهجين السنة الثالثة ينطي سنتين والثالثة ينطي العنب جثت ترجمة نانسي قنقر